بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دالة لغة رتمية زائد حساب المساحات رقم 16 إذ أنصحوا بشعبة العلوم التجربية والتقني الرياضي والرياضي وعلوم التسير حيث قال مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس أعطي لنا هنا أسئلة بيانية على هذا البيان وأعطي لنا الجزء الثاني قال والأول يريد مننا أن نجد قيم A و B يعني ثوابت الدالة قال نعتبر في الدالة في الجزء الثاني دالة أعطي لنا اللي هي F لX2 سينا ناقص X زائد واحد زائد لغة رتمية زائد ثلاثة لغة رتمية X زائد واحد قالوا يحسب بالنهايات ثم جاء في الجزء الرابع أبنائه هنا أعطي لنا الدالة الأصلية ثم هنا مبرهنة القيم المتوسطة ثم هنا حساب المساحات ثم التحقق من عبارة المساحة ثم حصر المساحة هو تمرين رائع عن صاحبه بالمتابعة نقطة نقطة أبنائه وقدر صبرك على الفيديو وقدر استفادتك إذن ولننطلق على بركة الله إذن في الجزء الأول قال F دالة معرفة قلنا بالمجال من ناقص واحد إلى زائد منابع عبارة F لX سينا AX زائد B زائد ثلاثة في لغة X زائد واحد قال حيث A وB عددني حقيان طو التمثيل البياني ها هو التمثيل البيان الذي أعطينا للدالة لأدالة F المعطى في الشكل المقابل يقبل في النقطة لاحظوا عندنا نقطة اسمها A ها هي النقطة A ذات الإحداثية كم؟ ذات الإحداثية X إثنان والإقلاق أعطي لنا اللي هو هو ناقص واحد زائد ثلاثة لان ثلاثة قال مماسا موازيا ها هو مماسا لاحظوا نقطة نقطة ابناء كي تتعلموا ها هو هذا المماس موازيا لمحور الفواصل قال بقرأة بيانية ضع تخمينا حول أولا إذن نكتب هنا التخمين التخمين حول هذه الأشياء عندنا قال أولا limit لاحظوا limit F لX لما الX يؤول إلى الزائد ما لا نهاية لاحظوا أولا أين الX يكون في هذه الجوار معناه في هذا الجوار أين يكون المنحنة انظروا المنحنة ها هو لو نلاحظه جيدا بالنسبة إلى محور الترتيب لو يتم الإسقاط أين يكون يكون في جهة النقسمة لأنه هنا هنا الزائد ما لا نهاية وهنا النقسمة بالنسبة إلى محور الترتيب محور الفواصل X كم زائد ما لا نهاية بالتقريب هكذا فإن هكذا يؤل إلى كم إلى نقسمة لا نهاية إذن هنا بأبسط طريقة أبني نقول تسوي لنا ناقسمة لا نهاية فقط الآن عندنا كذلك اللي هي limit أف لإكس لما الإكس يؤول إلى الناقس واحد بقيام أكبر انظروا ها هو إكس يساوينا ناقس واحد هذا هو المستقيم إكس يساوينا ناقس واحد بقيام أقل الدلة غير معرفة يعني بقيام أقل نكون في هذه الجوار من هنا بقيام أكبر نكون في هذه الجهار بقيام أكبر لاحظ المنحنى أين يكون انظروا هو في الأسفل يعني لما نسقط دائما دائما النهاية تكون على محور الترتيب لما نسقط أين تكون يكون في هذا الوضع اللي هو عندنا ناقس مال نهاية فقط النهايات أبناء دائما تكون على محور الترتيب هذه كمعلومات الـ X يكون على محور فاصل والنهاية يكون على محور الترتيف فقط ثم قال شكل جدول تغيرات الدلة F إذن هنا نشكل جدول تغيرات الدلة F سوف نشكله إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدلة التي اسمها F أكيد على المجال من ناقص 1 إلى غاية الزائد ما لنها ننطلق الآن في رسم هذا الجدول لاحظوا أمني هكذا وعندنا هكذا وعندنا جهة المشتقة وعندنا الجزء الآخر اللي هو جهة الصور اللي هو الجهة F لـ X انظر عندنا أول شيء أنه مجموعة التعريف علينا أن لا نتخلى عنها بما أن الدلة كنا غير معرفة عند ماذا عند الناقص 1 نضع هنا باللون الأحمر الأفضل حتى نعلمكم أنها منطقة ممنوع إذن عندنا أولا X من ناقص 1 إلى غاية الزائد ما لنها وعندنا الأف فتحة لـ X تنعدم المشتقة عند كل قيمة حدية مثل الحفرة والجبل أين تنعدم هنا؟ لاحظوا هنا قلنا كم هو عفوا هو قال لنا الآ قيمتها كم قال لنا الآ الـ X لديها هو 2 إذن نضع هنا 2 ونقول المشتقة هنا تنعدم لاحظوا هنا كيف هي يدي تصعد إذن هنا زائد وهنا ننزل كلمة ننزل معناه ناقص ثم نأتي الآن إلى محور التراتيب لهو F لـ X إذن هنا كذا نصعد ثم مرة أخرى ننزل النهايات كم وجدناها؟ لما حسبنا عند النقص واحد بقيم أكبر بتخمين وجدناها ناقص من النهاية وعند زائد ما وجدناها ناقص كذلك من النهاية أما هنا لهي F لمن؟ F لـ 2 F لـ 2 أعطيت لنا قيمة الـ A ها هي حتى لا تقول من أين يأتي بهذه الأفكار الأستاذ لاحظوا نقطة نقطة إذن ها هي قيمة الـ A من خلالها سوف نلاحظ شيئا معين لاحظوا نحن قلنا هذه تصبح لنا هنا X وهذه F لـ X يعني 2 و F لـ 2 F لـ 2 هي هذه لهي كم؟ لهي ناقص 1 زائد ماذا؟ زائد ثلاثة في لغة الرتم ثلاثة هذه صورة ماذا؟ صورة الـ 2 B أدال لا F فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الثاني ينقل باستعمال معطيات المتوفرة جد قيمة كل من A و B لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا أولا كأنوان إيجاد A و B حيث لاحظوا قال طو التمثيل البياني لدل F المعطى في الشكل المقابل يقبل في لاحظوا يقبل في النقطة أولا لما أعطينا A X للأ X للأ هو 2 قال لما تعوض في بطن F سوف تجدنا ناقص 1 زايد 3 في لغة 3 ما معنىه؟ معنى نأتي بعبارة الدالة هذه التي نمتلكها ونعوض في بطنها بماذا؟ بـ 2 وهنا بـ 2 وهنا بـ 2 ونجعلها تساوينا ناقص 1 زايد 3 في لغة 3 ما معنى؟ نكمل معها ثم نصبح لنا 2 A زايد B زايد 3 اللغة رتمة 3 يساوينا ناقص 1 زايد 3 اللغة رتمة ماذا؟ 3 عندنا أولا هذا سوف يذهب مع هذا ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا 2 A زايد B يساوي لنا ناقص 1 هذه نسميها مثلا المعادلة 1 وكذلك قال كلمة أخرى قال مماسا موازيا لمحور الفواصل كلمة مماسا موازيا لمحور الفواصل معناها المقصد بذلك المشتق عند تلك النقطة التي هي الاثنان يجب أن تكون يساوي السفر لأن مماس موازيا لمحور الفواصل معناها المشتق دائما تساوي السفر معناها هنا كما أشير أو هنا كما أشير كذلك هنا في المعلم ها هو مماسا المماز هذا كم هو معامل توجيه له كم ميله لما يكون موازن محور فواصل أصل الميله يكون يساوي السفر يعني في هذا الموضع هنا كما أشير كذلك إذن هذه فهمها لما يقول ممازن موازن محور فواصل دائما يأتي في ذهنكم المشتقة تساوي السفر عند هذه الفاصلة وهي إثنان معناه هنا مطالبون بحساب شيئا اسمه المشتقة ها هي العبارة سوف نقوم أبنائي بحساب مشتقتها فتسبح لنا F فتها لX تساوينا ما هو مشتقة عدد مضروف X يبقى لنا إلى العدد ما هو مشتقة B يذهب إلى الصفر زائد ماذا ثلاثة ما هو مشتقة لغالتم هو مشتقة هذا الذي بداخل لغالتم اللي هو واحد على الذي بداخل لغالتم هكذا تقول قائده مشتقة شيء لغالتما إذن نقول مشتقة الذي بداخل اللان على الذي بداخل اللان لاحظوا الآن الآن قال هو ماذا؟ قال هو F فتح لي 2 إذن هنا 2 وهنا 2 نجعلها تساوي الصفر نكمل الآن فتصبح لنا A زائد البسط في البسط والمقام في المقام ثلاثة على ماذا؟ على ثلاثة يساوي الصفر لأن عودت في مكان X بإثنان فتصبح لنا A زائد 1 يساوي لنا كصفر أنقل هذا إلى هنا أصبح لنا A يساوي ناقص 1 أهو الأغذار بعدما وجدنا الأ نأتي به ونضعه في هذا الموضع فيصبح لنا 2 في ناقص 1 زائد ماذا؟ زائد B يساوي ناقص 1 فصبح لنا ناقص 2 زائد B يساوي ناقص 1 ننقل هذا إلى هنا أصبح لنا B يساوي ناقص 1 زائد 2 A B يساوي ناقص 1 ها قد وجدنا الآن A وال B الآن معناه ماذا؟ تصبح عبارة F لX لما نأتي بها ونعوذ بتلك الثوابت فتصبح لنا هكذا فتصبح لنا F لX تساوي ناقص 1 زائد B اللي هو 1 زائد 3 في لغة رتمة X زائد 1 هذه هي عبارة كاملة للF لX فقط يا أبناء بعد ما أكملنا مع هذا الجنة إلى الجنة الثاني قال نعتبر الآن في الثاني العبارة هي F لX هذه اللي هي هنا وجدناها نفسها التي كانت هذا ولكن لا يساها بالضرورة حتى تكون على دير لا تقول دائما هو ذلك العبارة قال أحسب نهاية الدل F عند الناقص 1 بقيم أكبر يعني الدلاء أكيد معرفة من النقص 1 إلى زائد ما إذن نكتب هنا حساب limit F لX لما X يقول إلى الناقص 1 بقيم أكبر تصبح لنا limit ناقص X زائد 1 زائد 3 في لغة رتمة X زائد 1 لما X يقول إلى ناقص 1 بقيم أكبر هنا بما أنها فيها عبارتان يمكن أن نحسب هذه النهاية لوحدها أو هذه لوحدها ثم نجمعهم لاحظوا فنقول هكذا limit ناقص X زائد 1 لما X يقول إلى ناقص 1 بقيم أكبر نعوذ فقط عوذوا هنا في هذه القيمة تصبح هنا ناقص 1 في ناقص في ناقص في ناقص هذه تصبح هنا 2 هذا الفرع الأول إذن هذا أعطي لنا 2 نأتي الآن إلى الذي بعده اللي هو limit 3 في لان X زائد 1 لما X يقول إلى ناقص 1 بقيم أكبر نحن نملك نهاية شاهرة ما هي اللي هي limit هذه حفاظوها limit لان X أو نقول لان T مثلا مجرد X T إقضعوها ما يتشاء لما T يقول إلى الصفر بقيم أكبر معروفة إنها ناقص ما لن نهاية إذن هنا ما رأيكم أن نقول نضع T يساوي لنا هذه القيمة لهي X زائد واحد أركز وأرجوكم إذا كان X قلنا يأول إلى ناقص واحد بقيم أكبر تخيلوا لو نأتي بهذه القيمة ونعوذ وهنا يصبح T أين يأول ناقص واحد زائد وهذا كم صفر بقيم أكبر يعني أنه يصبح نأتي قلت بهذه القيمة عوضها هنا ناقص واحد زائد وهذا كم صفر القيمة التي نجدها نقول T يأول إليها بقيم أكبر لأن هنا موجب هذا بقية كذلك هذا يأول بقيم كبرى هكذا لاحظوا وتصبح لنا تساوي المت ماذا ثلاثة في لان قلنا هذه كلية نعوذها بشيء اسمه T لما T يأول إلى الصفر بقيم أكبر انظروا ناقص ما ناقص ما لنا في ثلاثة لأن هذه هذه نفس ألية ناقص ما ناقص ما لنا في ثلاثة تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص ما لنها وبما أن نطلقنا من عدد ووجدنا ما لنها ماذا تقول قاعدة نقول X يساوي ذلك العدد مستقيم مقارب كيف هو عمودي هذا هو التفسير البياني بعدها أبناء نأتي إلى النهاية التي بعدها ها هي كذلك قال احسب نهاية F عند زائد ما إذن نكتب هنا حساب limit F ل X لما X يؤل إلى زائد ما نهاية هنا كذلك نأتي بعبارة تصبح لنا limit ناقص X زائد 1 زائد 3 في لغة X زائد 1 لما X يؤل إلى زائد ما نهاية هنا لا نعوذ تعويض مباشر هنا أصلا سكم نجد لاحظ هنا يقول أحدكم ربما يا أستاذ هنا لم تكم النهاية يا أبناء هنا هذه حتى تلاحظوا هذه وعطيت لنا ناقص مالا نهاية وهذه الناقص 2 حتى لا تقول لماذا لم يتحدث عنها هذه الاثنان وهذه ناقص أكيد هنا تبقى لكم نهاية ناقص مالا نهاية حتى تكونوا على دير إذن إذن ناتي قلت إلى هذا الفرع هنا تعطينا ناقص مالا نهاية وهنا زائد مالا نهاية وهذا حالة عدم التعيين لما نجد ناقص مالا نهاية مع زائد ما ليس في إنما الجمع بينهم فنقول حالة عدم التعيين ما رأيكم أبناء لو نستخرج الإكس كعام مشترك تصبح لنا لميت إكس ونفتح قوس لما نستخرج من عندي هذا إكس ماذا يبقى له يبقى له ناقص واحد هذا أصلا لا يوجد له إكس تقول قاعدة إذا نزعنا له إكس من البسط نخليفه في المقام هكذا تقول قاعدة أعد النشر لو تنشر هذا في هذا يذهب الإكس مع إكس نعود إلى الأصل هو الواحد زائد ماذا زائد ثلاثة في لان إكس زائد واحد على إكس لم أفعل شيء أعد النشر تجد الكلام ما زال حقيا لو نضع هنا إكس يذهب هذا مع هذا نعود إلى الأصل حتى نفهم جيدا الآن لما إكس يقول إلى زائد مالا نهاية معروف أن هذه تقول إلى الصفر وهي واحد على منا صفر وهذه إلى الصفر طبقا لما أعطاه لنا انظروا ألم يقل أنه لان إكس زائد واحد على إكس يذهب إلى الصفر إذن ها هو ذهب إلى الصفر تبقى لكم هنا مالا نهاية في ناقص واحد مالا نهاية في ناقص واحد إنها الناقص مالا نهاية فقط إذن نهاية هذه هي ناقص مالا نهاية نأتي بعدها أبناء إلى ثالث ألف ما زلنا قال هو منحنة الدالة الذي كنا قلنا هو مرسوم عندنا اللي هو هذا لاحظوا هذا قال من المنحنط التي يكون فيها المماز للمنحنط موازيا للمستقيم الذي معادلته إجراج يسوي إكس يعني عندنا معادلة إجراج يسوي إسوي إس هو المنصف الأول يريد أن نجد مستقيما مماز يكون موازيا موازيا لمن لهذا المستقيم الأسود ثم قال أوجد معادلته لاحظوا جيدا نحن نعلم إذن نكتب هنا أولا كعنوان تعين إحداثيات هو يريد الإحداثيات إحداثيات النقطة ماذا النقطة ب لاحظوا كلمة نحن نعلم أن للمنحنط موازيا كلمة يوازي يا أبناء ينتبه إليها كلمة يوازي هذه هي نفسها معامل لاحظوا معامل التوجيه هي نفسها المشتقة هذه كجملة لغة ويحفظها في ذهنكم لما تجدوا كلمة يوازي أو معامل التوجيه أو المشتقة أو نجده الميل يعلم يعلموا أن المشتقة عند نقطة عند فاصلة X تساوي لنا كلمة يوازي ما معنى يوازي هو معامل التوجيه معامل التوجيه للمستقيم هذا هو العدد المضروف في X كم هو هو الواحد احفظوها كل إذا كتبنا معادل المستقيم مكتوب A X زائد B هذا يسمى معامل التوجيه العدد المضروف في X هو الذي نسميه معامل التوجيه يفهموها جيدا معناه نقول المشتقة تساوي لنا واحد أولا ها هي العبارة سوف نقوم باشتقاقها بالرغم قمنا باشتقاقها ولكن نكرر نشتقها مرة أخرى نصبح لنا F فتحة لX يسعي مشتقة نقص هو نقص واحد مشتقة الواحد هو الصفر مشتقة نتابع جيدا إذن قلنا أن مشتقة هذه الثلاثة تبقى كعادة يتبع دائما في مشتقة الذي بداخل لان قلنا مشتقة الذي بداخل لان له مشتقة هذه القيمة له واحد لأن الواحد الأخر يذهب إلى الصفر على ما بداخل اللان هذه حفاظها فسبحنا F فتحة لX تساوي لنا ناقص واحد زائد البسط في البسط المقام في المقام في ثلاثة على X زائد واحد الآن أبنائي ما علينا إلا أن نحل هذه المعادلة كيف يقول أحدكم قلنا نقول المشتقة تساوي لنا واحد إذن نضع هنا هكذا وهنا هكذا ونقول تساوي لنا واحد وهو معامل التوجيه قلت نحل المشتقة نحل F فتحة لX 0 يساوي 1 نحل هذه المعادلة ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا كم فيصبح لنا ثلاثة على X زائد واحد يساوي لنا إثنان لأن لما ننقل ناقص واحد إلى الطرف لنا إثنان لما نجمع نستعمل الآن جداء الطرف جداء الوسط هذا في هذا وهذا في هذا يصبح لنا 2X ننشر هذا في هذا 2X أو ننقل هكذا 2X زائد واحد يساوي لنا ثلاثة نكمل صبح لنا 2X زائد 2 يساوي ثلاثة أنقل هذا إلى هنا صبح لنا 2X يساوي ثلاثة نقص 2 و واحد و منه X يساوي 1 على 2 هنا نضع دائما X0 لا ننساها مجرد X0 نسميه فقط يعني حتى نريد ها هي X0 كم هي نصف هو قال لكن وجد لنا الهداثية كاملة معناه نقول هكذا نأتي بالعبارة هذه ونعوذ في مكان X كذلك بنصف لاحظوا نقطة نقطة فنقول هنا 1 على 2 وهنا 1 على 2 وهنا 1 على 2 فماذا ينتج لنا أنه هذا لما نواحد هنا المقام وهنا المقام تصبح لنا 1 على 2 زائد 3 في لغة الرثمة هنا كذلك لما نواحد المقام هكذا عفوا هكذا تصبح لنا 3 على 2 فتصبح لنا النقطة بما هي إحداثية النقطة ب إحداثية هي الواحد على 2 وماذا هكذا سوف نصل بينهم بملون أفضل وماذا أبنائي و 1 على 2 زائد 3 في لغة الرثمة 3 على 2 هذه هي يا أبنائي إحداثيات النقطة بحيث يكون لاحظوا بحيث يكون ت يوازي لنا ماذا يوازي لنا ذلك المستقيم ثم قال أوجد معادلة المماس هذا T إذن نكتب هنا معادلة المماس الذي اسمه T هنا نقول Y يساوي ها هي الفاصلة كم الفاصلة هي نصف نقول واحد عفوا نقول X نقول F فتح ل X 0 في X ناقش X 0 زائد F ل X 0 X 0 ها هي أمامكم لي النصف لأنها تحسب معادلة المماس عند الفاصلة ليس عند الترتيبة لاحظوا نقطة نقطة إذن نتابع جيدا إذن ماذا ينتج لنا نعوذ هنا بنصف وهنا بنصف وهنا بنصف فماذا ينتج لنا نصبح لنا Y يساوي F فتح لنصف دون أن تحسب ها F فتح لنصف يا أبنائي تساوي معامل التوجيه هذا ألم أقل أن F فتح ل X 0 تساوي لنا 1 معناها F فتح لنصف تساوي 1 أو عوضوا في المشتقى لكن حتى تعلموا أن دائما هذه يساوي معامل التوجيه تساوي لنا 1 X 1 2 قلت كلمة معامل التوجيه أعيد ربما حتى ينتبه الجميع F فتح تساوي لنا F فتح لنصف تساوي 1 بدون أن نحسب ها يعني المشتقى عند النصف تساوي 1 زائد F لنصف F لنصف دون أن تحسب ها هو F لقد حسبنا لما عوضنا ب1 هنا على 2 و1 على 2 وجدنا هذه القيمة الخضراء وهي 1 على 2 زائد 3 في لغة 3 على 2 هنا يمكن أن ننزع الأقواس هذه لأن الواحد لا يحدث شيء ونقول أنه هذا يذهب مع هذا فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا Y يساوي لنا X زائد 3 في لغة 3 على 2 هذه معادلة المماس إذا سميناها T فقط ها قد جاوبنا على هذا السؤال نأتي بعدها أبناء إلى B قال استنتج بيانيا قيم العدد الحقيقي M التي تقبل من أجلها المعادلة F لX يساوي لنا كم X زائد M حلين مجابين تماما لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا أولا تعين قيم M حتى المعادلة F لX يساوي X زائد M تقبل حلين مجابين تماما لاحظوا جيدا أولا كلمة F لX يساوي X زائد M ما هو تفسيرها البياني نقول حلول أولا حلول المعادلة F لX يساوي X زائد M بيانيا هي كلمة لاحظوا فواصل هي كلمة فواصل تقاطع CF لهو في المنحنة هذا عندنا هو طو نسمي طو ها هو M كون طو والمستقيم ذو المعادلة ما هي Y ساوي X زائد M معنا في مكان F لX نضع كلمة Y هي فواصل تقاطع طو طو وماذا والمستقيم ذو المعادلة Y يساوي X زائد M نحن نعلم أبنائي أن كل مستقيم يكتب لنا هكذا A X زائد B والمستقيم هذا الذي عندنا هو A هو Y يساوي ماذا يساوي X زائد M وهنا بالمطابقة كم يصبح يصبح B هو M ولكن نحن نعلم أن B ماذا يمثل دائما بالنسبة إلى أي مستقيم يمثل هو التقاطع مع محور الترتيب يمثل لنا التقاطع مع هذا المحور هذا هو B B دائما قيمه تكون كما أشير هنا باللون الأحمر معناه آم يصبح ماذا آم يمثل التقاطع مع محور المستقيم هذا مع محور الترتيب إذا لاحظ المستقيم أولا قد أجبنا على سؤال من قبل ألمنا أن نجيب على السؤال الذي قال أو جدت بحيث يكون موازيا ل Y يساوي X Y يساوي يساوي X انظروا ها هو Y يساوي X Y يساوي X قال هو أوجد تلك الموازن لهم نحن وجدناه عند الفاصلة كم عند الفاصلة لا تتذكرون يا أبني وجدناه عند الفاصلة نصف ها هي الفاصلة نصف هنا نأتي الآن ونقوم لو نأتي ونرسم هذا لاحظوا جيدا ها هو أمامكم لو يرسم هذا عند الفاصلة نصف نأتي أفوا نعم نأتي ها كذا ونضعه هنا ونرسم موازيا لأخي لاحظوا سوف نضعه موازيا ها هو الآن انظروا إنه موازي المستقيم الأحمر انظروا أو نستعمل جدول المساعد هنا في هذا المنطقة هنا يوجد لنا النقطة B حيث X لديها هو 05 وهذه القيمة هي تلك إحداثيات تلبيل التي تحدثنا عليها وهذه القيمة الكبيرة الآن لاحظوا معي نقطة نقطة أبنائي كي تتعلم لاحظوا نأتي الآن للإجابة على السؤال هذا المستقيم ها هو هو مستقيم يتحرك يا أبنائي يأتي ها كذا مائلا ويتحرك ها كذا ويأتي من ناقص من يبدأ بالصعود هو ها كذا يأتي مستقيم ويبدأ بالصعود ها كذا هو يريد أين يتكون الحلول لاحظوا هنا لو نأتي نتوقف في هذا المكان كم يوجد لنا من حل ها هو حل وها هو حل واحد يسقط في الجهة الموجبة والآخر لو يسقط بالنسبة إلى محور الفواصل يأتي في الجهة السالبة لكن هو قال حلاني كيف هم موجباني تماما معناه يكمل المسير هكذا 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 إلى غاية هذا المكان دقيقوا أرجوكم حتى تلاحظوا ذلك بأم أعينكم لو نقوم بحذف مسح هذه الأشياء كليا ونتركه هو لوحد حتى تلاحظوا هنا في هذا المكان كم تكون القيمة قيمة الآم قلنا الآم تمثل مع محور فواصل كم في هذا المكان أكيد يكون آم ينتمي من ماذا من الواحد لأن هذه الفاء الترتيبة هنا واحد ويبدأ بعملية يكمل عملية سعود الآن كم يقطعه انظر يقطعه مرتان ها هي واحدة مجبة وها هي الأخرى مجبة أما قبل ذلك قبل ما يكون هنا مثلا في هذا الموضع يقطعه نعم مرتان ها هي مجبة لكن الأخرى سالبة لأن محور الترتيب هو محور قلنا المستقيم هذا هو الفاصل لاحظوا جيدا نقطة إذن إلى غاية ماذا في رأيكم وهو يقطعه مرتان إلى غاية ذلك المستقيم الذي رسمناه يا أبناء موازيا إلى غاية المستقيم هذا الذي يوزيه له هكذا هذه القيمة كم تكون هذه القيمة إلى غاية هنا سوف تكون يا أبناء هي هذه القيمة ألم أقول أن آم يمثل بي نعم آم يمثل بي معناه يكون من الواحد إلى غاية ثلاثة اللغة رثمة ثلاثة على اثنان ونغلق هكذا قال حلاني مجبة معناه هكذا إذن قيم الآم التي تجعله معناه لو نقوم هنا بالتكبير أمامكم هكذا إذن هذا المستقيم يكون من الواحد ها هي قيمة الواحد إلى غاية ماذا إلى غاية هذا المكان بعدها لا توجد حلول هنا في هذه الفاصلة هنا في الفاصلة نصف لما نقول الفاصلة نصف يكون يقطعه مرة واحدة لأن الممس بعد هذا المكان سوف ينفصل عليه نهائيا هو قال يكون حلاني مجبا معناه من الواحد إلى غاية هذه القيمة انظروا ها هي تلك القيمة انظروا هنا القيمة التي ينفصل عليها لهي كم لهي ثلاثة لغة ثلاثة على اثنان حتى تفهموا الإجابة هنا المفصلة فقط يا أبناء ها قد أجبنا على هذا السؤال نأتي بعدها أبناء إلى الجزء الآخر رابعا قال ج الدل المعرفة على مجال من ناقص واحد إلى زين مين بالعبارة ج لإكس يسعين إكس زايد واحد في لغارة إكس زايد واحد ناقص إكس قال أحسب ج فتحة إذن نكتب هنا حساب ج فتحة لإكس هنا ما علينا إلا إتيان بعبارة ج ونقوم بإشتقاقها فقط لاحظ ها هي عبارة لكن هنا لن نسوى ننتبه لذلك يوجد لنا جداء دلتين ها هي دل وها هي دل في مشتق جداء دلتين يا أبناء يسعين مشتق الأول في الثاني زايد مشتق الثاني في الأول هذا قانون عليكم أن تحفظوه فصبح ج فتحة لإكس يسعين مشتق هذه إي مشتق مثق زايد واحد مشتق هو صحر ومشتق إكس كم هو واحد إذن مشتق أول في الثاني زايد مشتق الثاني ما هو مشتق اللغاء هنا قد مشتق الداخل الداخل لغاء آخر في الأول هكذا ناقص هذه مشتق ناقص اكس هو وهناقص واحد هذا لا جدال عفو نعتذر هنا قلت في الأول الأول هو هذا ناقص واحد لأن مشتق الثاني في الأول الأول يبقى كما هو سوف يذهب هذا مع هذا فصبح لنا G فتحة لإكس تسوينا كم تسوينا لغة رثمة X زائد واحد أما هنا لما يحزف هذا مع هذا ركز ألا يذهب هذا مع هذا نعم فتبقى لنا العبارة G لإكس G فتحة لإكس تسوينا لغة رثمة X زائد واحد فقط الآن دقيقوا معي أرجوكم وجدنا هذه العبارة لاحظوا قال ثم استنتج دالة أصلية للدالة F على المجال لاحظوا نترك هذين المطاعتين نقول استنتاج دالة كيف هي أصلية للدالة F على المجال اللي هو من ناقص واحد إلى غاية زائد من لمجموعة تعريفية لاحظوا عبارة الدالة F ها هي أمامكم إذا سمينا أن الدالة لاحظوا إذا سمينا يا أبنائي هنا ندقق جيدا 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 نقول لتكن لتكن F موجسكي دالة أصلية لدالة ماذا؟ الدالة F أكيد على المجال لهو من ناقص واحد إلى غاية زائد من لا نهاية فماذا نقول نقول هكذا F لـ X يساوي ما هو ما هو الدالة الأصلية لناقص X معروفة هي ناقص واحدة على اثنان X مربع حتى تعرفوا الكلام صحيح قموا باشتقاق هذه القيمة سوف تجدونها هذه القيمة لأن الدالة الأصلية والدالة الأخرى تكون متعاكسة في المشتق لما نشتقل الأم F موجسكي نجد F موجسكي هكذا تقول قائد إذن مشتقل أما الدالة الأصلية لناقص X هي ناقص واحد على اثنان لكل X مربع الدالة الأصلية لX للواحد هي X أعيد الاشتقاق إذن المشتق الثابت دائما هو اثنان إذا قلنا مثلا AX دالة الأصلية عفوا A الدالة الأصلية لA هي AX أما الدالة الأصلية لAX هي ماذا؟ ليست تساوي الدالة الأصلية هي A على اثنان في X مربع بحيث لما تشتق هذه سوف تجد الأصل حتى تفهموا الفكرة العامة الآن نتابع جيدا زائد ماذا؟ زائد ثلاثة في ما هي الدالة؟ لاحظوا إلى هذه القيمة ما هي هذه القيمة؟ أليس هي هذه القيمة؟ نعم إنها هي نفسها ما هي الدالة الأصلية لهذه؟ أليس لما شقمنا باشتقاق هذه؟ وجدنا هذه؟ نعم إذن الدالة الأصلية للغة رتم X زائد واحد هي تلك العبارة التي أعطيت لنا لها J لX إذن تصبح لنا هنا هي X زائد واحد في لغة رتم ماذا؟ X زائد واحد ناقص X لأن ماذا؟ لأن الدالة الأصلية لمن؟ لأن X زائد واحد هذه الدالة دالتها الأصلية دالتها الأصلية هي ماذا؟ هي الدالة جي إذن الدالة الأصلية للغة رتم X زائد واحد هي الدالة جي التي أعطيت لنا حتى تفهموا جيدا الآن ما علينا إلا إكمال النشر فقط نلاحظ جيدا إذن سوف نكمل النشر رويدا 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 نتابع جيدا نتابع ونقول هنا زائد الس وهذا الس لكن سوف نقول عليه إنه الصفر لماذا أبنائي؟ لأن لو نلاحظ هنا لو نعوذ هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر الآن نكمل فقط قلت F لسفر هكذا وجدناها تساوي السفر معناها الس هذا يساوي السفر الذي يضافه هنا زائد س حتى تفهموا لماذا لما نضعه فقط الآن نكمل النشر تصبح لنا F لX يساوي ناقص واحد على اثنان X مربع زائد X زائد ثلاثة في لغة لتم عفوا زائد ثلاثة في X زائد واحد في لغة لتم X زائد واحد ثم ننشر هذا في هذا ناقص ثلاثة X عندنا هذا مع هذا كم يصبح لنا سوف يصبح لنا ناقص 2X يمكن أن نحذف هذا من هنا وهذا من هنا ونكتب ناقص 2X فقط هذه الدالة الأصلية للدالة F فقط يا ابني بعدها سوف نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده إذن نترك هذا الأمر لا نحتاجه ثم نأتي إلى قال لتكن ألفا وبيطا فاصلتين نقطة تقاطع المنحني طو مع حامل محور الفواسل لاحظوا لو نأتي الآن هنا إلى الشكل ها هو محور الفواسل أراد مننا أن نقول أن هذه هي ماذا؟ هذه هي الألفا وهذه هي البيطا هذا جاء معناها مبارهنة القيمة التوسطة ماذا؟ يا ابني مبارهنة القيمة التوسطة جاءت بصيغة أخرى بصيغة أخرى مرطا يقول مثلا بيّن أن المعادلة F ل X تقبل حلين F ل X تقبل حلين إذن نفهم هنا نقول صيغة صيغة أخرى حتى تفهمها جيدا صيغة أخرى إذن نتابع جيدا إذن قلت بيّن أن المعادلة F ل X تساوي السفر تقبل حلين ألفا وبيطا حيث أعطيت لنا قيمة الألفا وقيمة البيطا يعني السؤال يأتي بصيغة أخرى هنا المقصد بها مبارهنة القيمة المتوسطة إذن نتابع جيدا إذن قلت يوجد عدة سيغة لهذا السؤال حتى تفهموه إذن نكتب أولا البرهان أن إذن البرهان أن ماذا؟ أن طو يقطع ماذا؟ يقطع X X فتحة اللي هو محوى الفواصل أولا في ننطلق أولا في الألفا المحصورة ما بين ماذا؟ 7.38 و 7.6 سبعة و ثلاثون أولا ننظر إلى هذه الدلة ها هي لو نقول هنا ها هو واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهنا ثمانية هذه يقولنا سبعة وهذه ثمانية أولا نقول الدلة من هذا المكان نلاحظوا من هذا المكان إلى هذا المكان كيف هو؟ إنها مستمرة ومتنقصة إذن نقول بما أن الدلة كيف؟ F مستمرة ومتنقصة كيف هي؟ تماما على المجل ما هو؟ المجل الذي أعطيناه هو سبعة فاصل سبعة و ثلاثون وسبعة فاصل ثمانية و ثلاثون هكذا وماذا؟ هذا الأمر مستمرة ومتنقصة تماما على المجل الذي أعطيناه ونحسب الآن صورتها F ل سبعة فاصل ثمانية و ثلاثون نأتي إلى ب إلى عبارة الدلة ها هي عبارة الدلة أبنائي لاحظوا هذه عبارة الدلة سوف نأتي بها ونعوذ بها في ذلك هكذا هنا ونعوذ بالآلة لحسبها سبعة فاصل ثمانية و ثلاثون وهنا كذلك وهنا كذلك ماذا نجد لما نحسب هذه القيمة سوف نجدها قلت نحسب ثمانية و ثلاثون لما نحسبها نجد ناقص سفر فاصل هنا قلت ثمانية و ثلاثون سفر فاصل سفر سفر اثناء وكذلك لما نحسب F لسبعة فاصل سبعة و ثلاثون كذلك هنا بالآلة الحسبة نعوذ سوف نجد بالتقريب كذلك لهي صفر فاصل صفر صفر ثلاثة بما أن ماذا بما أن وجدنا واحد موجب والآخر سالب فإن ماذا واحد قلت هذا كيف هو السالب وهذا موجب فإن الصفر محصور ما بينهم ونقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن ماذا فإن طو يقطع ماذا يقطع XX فتحة في ألفا ألفا محصورة هنا هذه بالنسبة إلى ألفا بنفس الخطة أبناء الآن نأتي إلى بيطا لأن هنا تطبيق مبرهنة قيمة توسطة على مرتان نأتي الآن إلى بيطا المحصور ما بين ناقص 0.36 وناقص 0.37 أولا نأتي إلى هذه القيمة المقصد منها واحد هنا والآخر هنا لاحظوا إلى الدالة هي كيف هي إنها متزايدة ومستمرة نقول أولا بما أن الدالة ماذا F مستمرة أولا قلنا مستمرة وماذا ومتزايدة تماما على المجال الذي أعطينا له ناقص 0.37 وماذا وناقص 0.36 هذا الأمر أول ثم نحسب F لماذا لناقص 0.37 ونحسب F لناقص 0.36 سوف نجد بعدما نحسب بالآلة الحاسبة يا أبنائي سوف نجد هذه القيم اللي هي هنا نجد تساوي لنا 0.02 وهنا نجد تساوي لنا ماذا ناقص 0.01 الواحد موجب والآخر سالب هذا السالب والآخر موجب نقول حسب مبرهنة ماذا مبرهنة القيم المتوسطة فإن ماذا فإن طو يقطع ماذا يقطع XX فتحة في ماذا في بيطة التي أعطيت لنا فقط إذن هنا القضية قضية مبرهنة القيم المتوسطة فقط يا أبنائي بعدما أجبنا على هذا السؤال وأثبتنا أن طو يقطع محور الفواصل في فاصلتين ألف وبيطة نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر لكن لا ننسى أنه سوف نأخذ معنا قيمة الألف لأننا سوف نحتاجها لاحظوا جيدا قال أحسب أسمي ساحة الحيز المستوي المحدد ب طو ها هو المنهاني طو وماذا وحامل محور الفواصل ها هو حامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتهم لاحظوا X يساوينا الصفر اللي هو محور الترتيب وX يساوينا ألفا اللي هو نقطة التقاطع التي وجدناها أبنائي والمنهاني معناها أين هي المساحة المساحة هي ها عفوا المساحة هي التي حصرت بهذا قال مساحة ماذا الحيز هذا هو الحيز لاحظوا المساحة هي هذه أبناء التي أريكم إياها باللون الأخضر قد حصرت بين أربعة أشياء بين اللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأخضر اللي هو المنهاني هذا الذي أريكم إياه هذه المساحة سميت S لاحظوا جيدا نكتب هنا S يساوي ماذا يساوي لنا أبنائي هكذا يساوينا من الصغير اللي هو صفر إلى الكابير اللي هو ألفا هذا يسمى حدود التكامل ماذا F لإكس دي إكس يساوي لاحظوا جيدا تقول القاعدة إذا كان المستقيم الأحمر هذا المستقيم الأحمر يقع تحت المساحة فنقول F لإكس ناقص أما إذا كان فوق المساحة تخيل لو كانت أعطيت لنا المساحة هي هذه تقول هنا تقول ماذا أبنائي تقول تكامل من ماذا من ناقص F هنا إكس لأن إذا كانت المساحة تقع تحت المستقيم هنا هذا مستقيم لا تعلم حامل محور الفواصل هو يساوي السفر انتبهوا لهذا لهذا تقع تحت فنقول ناقص F لإكس ليس F لإكس هذه قاعدة لست أنا من وضعتها لاحظوا جيدا تصبح لنا S عفوا S يساوي ماذا الدلة الأصلية ها هي الدلة الأصلية معناها هنا التكرم معناها المقصد منه الدلة الأصلية الدلة الأصلية نحن نملك قيمتها ها هي أمكم انظروا ها هي أمامكم انظروا لكن تقول القاعدة إذا نزع هذا الرمز نضع رمز آخر ونكتب هنا صفر وهنا الفا من السغير إلى الكبير الآن ننطلق عملية التعويض فقط لأن الدلة الأصلية حسيبت من قبل فصبح لنا S يساوي تقول قاعدة مرة نعوذ بالكبير ثم الذي بعده بالصغير فصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص واحد على اثنان آلف مربع ناقص اثنان آلف زائد ثلاث في ماذا في آلف زائد ماذا واحد في لغة رتم آلف زائد واحد ناقص الآن نعوذ بالصفر عوذ هنا بصفر صفر 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 سوف تجدون أكيد الصفر لماذا لأن هذا صفر صفر وهنا لغة رتم الصفر الواحد هو صفر إذن يذهب كليا إلى صفر تصبح لنا هذه هي قيمة ماذا قيمة المساحة لكن لا ننسى أن نضيف شيء اسمه آ يعني وحدة مساحة لو كانت سنتيمتر لكتبنا سنتيمتر مربع بعدها أبنائي سوف نأتي إلى السؤال الذي جاء إذن السؤال الذي بعدها قال تحقق أن آس تسأل لنا واحد على إثنان آلف مربع ناقص إثنان آلف ناقص واحد آ يعني وحدة مساحة نحن ماذا نملك نملك هذا الشيء نقول لدينا أن ها هي المساح التي حسبنا ما هو الفرق بينهم الفرق بين هذه أصلا لا يوجد فيها لغارتم وهذه فيها لغارتم هذا أمر مهم جدا لاحظون انتبه هنا أبنائي لكن كيف فنتخلص من اللغار دقيقوا قد أجبنا على سؤال الذي قبل ألم نقل لتكن آلف وبيت فاصلتين نقطة تقاطع المنحان طو مع حامل محور آلف واصل قال بين أن نحن لما قلنا هذه ألم أقول أن التفسير الحسابي هو آف لإكس يساوي الصفر نعم عند ماذا عند آلف والبيت معنا تصبح آف لألف كم تساوي تساوي سفر ونحن نملك عبارة الدلة آف ها هي عبارة الدلة آف أبنائي سوف نأخذها معنا حتى تلاحظ ذلك بأم أعينكم كلمة تقاطع مع محور الفواصل معنا أن المعادلة هذه تنعدم عند آلف وبيت معنا لو نضع هنا بيط كذلك لكن نحتاج نحن آلف فنضع هنا آلف وهنا آلف وهنا آلف ونجعلها تساوي السفر لنتخلص من اللغة ما رأيكم أبنائي لو ننقل هذا هذا ومع هذا إلى الطرف الآخر فماذا ينتج ينتج لنا ثلاثة في لغة آلف الزائد واحد يساوي لنا آلف ناقص واحد نقلت الناقص آلف أصبحت آلف والواحد أصبح ناقص واحد ثم هذا بما أنه فيه فلاه الحق أن يأتي إلى هنا ويحدث من هذا المكان ها قد الآن تخلصنا من لغة آلف ونكتب هنا آس يساوي يساوي لنا ماذا ناقص واحد على اثنان آلف ناقص اثنان آلف زائد ثلاثة في آلف زائد واحد في هذه القيمة أبنائي سوف نعوذها بهذه القيمة لهي كم لهي آلف ناقص واحد على ثلاثة بما أن الأمر متعلق بف يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا آس يساوي لنا ناقص واحد على اثنان آلف مربع ناقص اثنان آلف ثم نلاحظ بما أن هنا تم حذف هذه القيمة وهذه القيمة هكذا بما أن عملية اختزال ولا ننسى ولا ننسى أنه هنا في الأصل أقواس هكذا آلف ناقص واحد في آلف زائد واحد أليس هي المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة اللي هي مربع الأول ناقص مربع الثاني نعم فيصبح لنا ماذا يمكن هنا أن نوحد المقام وهنا نوحد المقام عندنا هذا مع هذا ناقص واحد زائد اثنان وكل ألف مربع يصبح لنا آس يساين اجمعوا الآن هذا مع هذا أليس هو واحد على اثنان آلف مربع ناقص اثنان آلف ناقص واحد وإنه الجواب الذي طلب منه ونكتب هنا وحدة مساح إنه الجواب معناها الأمر الأول الذي عليكم أن تنتبه له يا أبني هو هذا السؤال الذي طرح لما قال فاصلتين قد تقاطع منح لطو مع محور الفراسل أعلم أن هنا آف لآفا معناه تساوي السفر وآف لبيطا كذلك تساوي السفر انتبهوا لذلك فقط ناتي أبني إلى السؤال ثم قال عين حصرا لأس يعني هذه المساحة التي وجدناها ها هي أمامكم يريد منا أن نقوم بحصرها هنا في الحصر أبناء أكتب أولا حصر لاحظوا جيدا إذن هنا نقول لدينا ماذا أنه لدينا أنه آلف محصورة ما بينها هي القيم التي محصورة بينها ليه 7.38 و7.37 لاحظوا هنا ما عندنا عندنا مربع نربع من هنا ونربع كذلك من هنا والمتابين لا تغير اتجاه ماذا ينقص أبنائي ينقص أنه نضربها في نصف فنضرب من هنا في نصف ومن هنا في نصف ومن هنا في نصف فماذا تحصلنا ركزوا تصبح لنا واحد تصبح لنا آلف مربع على اثنان أنا البسط في البسط المقام في المقام أقل من ماذا من 7.38 الكل مربع على اثنان ومن هنا أكبر من ماذا من 7.37 الكل مربع على اثنان هذه نتركها نسميها رقم ماذا رقم واحد ناتي الآن ابني إلى هذه القيمة نقول كذلك آلف محصور ما بين 7.38 وماذا و7.37 ثم ماذا ينقص مضروبة في ناقص اثنان لما تقول تصبح لنا نضرب هنا في ناقص اثنان تقول القاعدة المتبينة تغير ما كانها معنا هذا يصبح من هنا تصبح لنا ناقص اثنان في 7.37 ومن هنا تصبح لنا ناقص اثنان في 7.38 لأن الناقص يقلب ترتيب المتبينة ماذا ينقص ابنائي ينقص هنا أن ننقص ناقص واحد من كل طرف هنا ناقص واحد وهنا الناقص واحد وهنا الناقص واحد المتبينة تبقى كما هي اذا هذه رقم اثنان لاحظوا هنا ما رأيكم أن نقول بجمع بجمع ماذا واحد مع اثنان نجد ماذا نجد أبنائي لاحظوا ركزوا هنا نقطة كي نتعلم تصبح لنا آلف مربع على اثنان ناقص اثنان آلف ناقص واحد ومن هنا هكذا ومن هنا هكذا تصبح لنا نجمع كذلك هذا مع هذا تصبح لنا 7.38 الكل مربع على اثنان هكذا ناقص اثنان في سبعة فاصل سبعة وثلاثون ناقص واحد وفي الطرف الاخر صبح لنا 7.37 الكل مربع على اثنان ناقص اثنان في سبعة فاصل ثمانية وثلاثون ناقص واحد هذه ما هي الآن هي محصور ما بين لما نأتي الآن بالآلة الحاسبة ونحسب هذه بالآلة الحاسبة سوف ماذا نجد نجد أنها تصبح محصورة ما بين 11 فاصل كم فاصل 4 9 2 ماذا 2 ومن هنا ماذا ينتج ينتج لنا 11 فاصل ماذا فاصل 3 9 8 الآلة الحاسبة هي من تعطينا هذه النتائج ها هي حصر S يا أبنائي فقط وفي الأخي الأبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك وهي صفحت الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته